اشتركوا في القناة كله يعود لله ثم لوالدي الذي كان هو المعلم الوحيد الذي تابعت معه حفظ القرآن في مسيرتي الدافع الذي جعلني أحفظ القرآن بما أني كنت صغير فكنت لا أعرف ثوابه وأجره الدافع كان داخل العائلة أنا بفضل الله عندي إخوتي كلهم حفظين كلام الله عائلة كلهم حفظين كلام الله عندي أربع إخوة كانوا أكبر مني حاملين كتاب الله فكيف لا أحمله أنا فكان الدافع عندي من داخل العائلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون من بين الأمور التي تغيرت في حياتي بسبب حفظ القرآن الكريم هي معاملة الناس هذه الدنيويا معاملة الناس لحامل القرآن يعني أقصد نفسي طبعا تغيرت معاملة الناس لي والحمد لله أصبح الناس يحسنون إلي وهذا كله ببركة القرآن يحسنون إلى القرآن لا يحسنون إلي لهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويبع به آخرين القرآن يرفعك في الدنيا ويرفعك في الآخرة من مظاهر رفعاته لك في الدنيا هذه معاملة الناس والبركة التي تسقط على حياتك يعني بركة القرآن تصيب الإنسان في كافة أمور حياته الشباب الذين صرفوا أوقاتهم وجهدهم لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى ومن هؤلاء الشباب الذين نجعلهم إن شاء الله مثالا يحتذا به وأنموذجا يقتدى به أخونا وابننا الشاب عبد العزيز شكري الذي حفظ القرآن الكريم يعني في صغره وواضب على حفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب نليما قفظ كتاب الله يدخله ويدخل غيره ويدخل أهله في أهل الله وخاصته ليكونوا من أهل الله وخاصته وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من هؤلاء الأهل قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته بعدما دخلت لتربص مع أفضل 35 حافظ للقرآن في الجزائر ككل تم اختياري لأمثل الجزائر الدولية في مسابقة الجزائر الدولية في رمضان وبفضل الله احتلت المرتبة الأولى بين 53 متسابقا دوليا بعدها مباشرة تم إرسالي لأمثل الجزائر في مسابقة موسكو الدولية في أكتوبر الماضي والحمد لله كنت في المرتبة الخامسة من بين المتفوقين في المسابقة وإن شاء الله عندي قريب مسابقة في دولة كندا سأمثل الجزائر إن شاء الله في مسابقة كندا الدولية أرجو يعني من الجميع أن يتمنى لي التوفيق إن شاء الله لحتى أشرف الجزائر مرة أخرى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا أوجه رسالة إلى الأولياء إلى الآباء إلى أولياء الأمور ليجعلوا من أبنائهم حملة كتاب الله وحفظة كتاب الله وهذا العمل سيكون إن شاء الله في ميزان حسناتهم لأن الوالدين يرفعون يوم القيامة مقاما عظيما عند الله باستغفار أولادهم وكذلك بعمل أولادهم وأعظم عمل نوجه له أبنائنا هو حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وترتيل آي القرآن الكريم أنا أنصح إخواني كبارا وصغارا وشيوخا رجالا ونساء بحفظ القرآن الكريم المسارع إلى حفظ القرآن الكريم وتحفيز أبنائهم وإخوانهم وبناتهم لحفظ القرآن الكريم لأنه والله هو البركة وهو أعظم كلام في هذا الوجود يعني يكفيك شرفا أنك تحمل كلام خالقك وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نحن ننصح أبناءنا في هذا الزمن زمن الفتن وزمن المغريات الكثيرة زمن هذه الوسائل والوسائط التي أشغلت أبناءنا أن يلتفوا حول معلمي القرآن وفي بيوت الله سبحانه وتعالى وحتى في بيوتهم يجعلوا وقتا لحفظ كتاب الله عز وجل يتفرغون فيه لحفظ آية كتاب الله ويملؤون صدورهم فإن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخاربي والعياذ بالله يكفيك شرفا أن يصطفيك الله كما قال سبحانه وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فيحفظ القرآن في صدرك وهذا هو أعظم شرف إذن أنصح إخواني في الله أن يسارعوا لحفظ القرآن الكريم وأنصح الأولياء أن يعلموا أبناءهم من الصغر أن يقودوهم للمدارس القرآنية مدارسنا القرآنية تشتكي والله تشتكي من هذا الفراغ وهذا النفور مع هذه الملهيات العصرية صار الكل ينفر من المدارس القرآنية إذن أنصحوا إخواني في الله بحفظ القرآن الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما في السماوات